تمام بسوق سيارات كبيرة بوصل فالنفوس ضعيفة النفوس ضعيفة انا احمد ربي ما اختصبت وما كتلت وما سرقت وما سرقت حق شعب الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر اما في لسم نبس صراحة الحاجة التانية يا اخي الكريم الناس اللي كلها تجمعت قادي فيه ناس ما بعرفوا بسوقوا عشان يوصلوا عربات بتوصل للسودان طبعا طريق طريق ده طريق طويل والصاحرة وما عنده بيار انا اللي بتحدث معك ده كنت قبل الحرب بوصل عربات للمالحة سواك عادي بوصل عربية للمالحة استلم 1500 دينار او 2000 وبعدين ببعد قروشي قدامي وباخد حق مصروفي وبرجع طيب الحاصل شنو يا اخي الكريم اي زول اللي كان بيشتغل في الميليشيات اللي هنا ادخارت ومفيه منهم اهل البلد البعر بيستعمل ياسمينة بيتبت ياسمينة او بيقول بيتبت يعني حاجات اولكترونية طبعا انت عارفنا ان احنا ابناء اقليم دارفوردة فيه ناس بتعرف الحاجات دي وفيه ناس مستحيل ومستبعد عننا صراعا انا بتحدث معاق ده تيك توك ده عرفتها قريب ده كويس انازلت لما دي اخوي قادي جاهم واحد يعني اما فيه اكثر احد انا تحملي معليش امتي وخالتي ومعليش يعني لكن الحقيقة تم جانب طيب بقول له حبيب حريكة حبيب حريكة ده كان فيه بينه وبينه خلاف مع دعم السريع كان في موضوع موسى هلال ده وكده الزولدة تخارج ماشا وين ماشا ماشا مصر بعدين الحصل شنو الزولدة راجع انت ما بترجع للدولة دي يا اخوي للدولة دي ممكن انت تعرفها اكتر مني وفيه ناس بعرفوها اكتر مني انا بتحدث معك ده موالي 96 فقط انت اللي بتعارفو انا ما بعرفو الزولدة يما راجع يا احمد كسلا هنا ما بعرف البلد دي زي ما نحن نقولو بالسودان ناس بمكانات بتاعنا البلد دي اللي بعرفو الطرق بعرفو كيه بيحربو بعرفو كده بعرفو كده وبعرفو كده استعال بي انا الجاعد ده بطلع من هنا بلجة الناس دي العشرة خمستاشر بخد الاعائلتي معاي في سيارتي الصغيرة من نصهم بدخلهم في الكوفني نصهم يعني بعمل اي حاجة كده عادية بحربون انه في بوابات وفي كده وفي كده بوصلوا وين القفرة او سبحة تش ادين ناجاريين كده بتاعنا تش ادين ناجاريين برضو مصريين المقام الديني ضمانة شانان انا اوصل معك الديني قروش احاولهم لحليف اللي شرت وفي اللي مشى وفي اللي مات واللي مات انا عندي مقطع واستعد قدام الجيش القاعد دا يقول لي دارين المقاعدة دي الارسل الليك والله يا رسل الليك الماتوا منهم اللي قتلوا مالجيش في السودان كويس الناس دي هنا يا اخوي الجمعة الناس اللي في القطرون او في المناجم او في الواو الواو دي منطقة حدودية بين الناسر ومالي وليبيا كويس الناس دي كلها تجمعت انا اللي بتحدز معك دي في الحاجات دي انا شريك عدو اذا الشعب حبيحسبني عدو عدو نعم بينا نتخرجون بنودون قاتل بعدين يا اخوي النفوس ضعيفة بنستهلي مكسردنا ونتخرج قالوا لي نمشي معانا انا صراحة وقت الفترة فترة الحرب دي عندي الزوج الجيش نعم على الشبكة ان احنا جايين في الزبدة بتاع الكلام والشبكة قطع ان احنا نجينا في الزبدة بتاع الكلام لكن شبكته قطع لانه شبكة ضعيفة ومعشواء طبعا خايفة من الكبشرة وكده بتاع الليه المعبض يورينا التفاصيل التفاصيل تحياتنا شكرا لكم تسلموا كتير وليقي قدام الشبكة حقت وعلقت وانشاء الله الحكاية كلها بتمرق طبعا جرت لانه شغل هذا مر شغل دا مر ككا شغل دا مر كده نجيب واحد من الدعم السري دا شغل دا مر كده نجيب واحد سريع سريع يما دا برضو شبركتو تعبانا دا والله والله ما عزلتو والله ما عند براك شافينه الليه الليه شوف انا قاعد في الكرسي كده لما ناجي كده ما ناضي شنو طبعا الناس 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 الالجولات لما نشوفهم لايف فيه كمية بتاعت نازي دا طوالب يجاري انا فيك يا احمد كسلش وارك سميت كلام الزول دا طبعا شخفارة جدا صحتك كيف سميت كلام الزول دا طبعا ما الزول دا سميت الزول شبكتو تعبانا الصوت بجيب واحد مسافة كده كده الزول دا مصطفى دا وانو كده دا شوفه لانو مقدم جيستي عندو ساعتين منتظر هنا مصطفى مرحبك مصطفى طيب شبكتك تعبانا ورده ما بساعدك ما بساعدك كمية البلاغات زاد ما برأيه الله يفيه مية اتنين وخمسين الف كي من النفترض يشتغل زي الصاقة طيب كده الزول دا دا حمد دامنو الله في امه دا يا حمد عمد عمد مرحب حبابك جنجويد ولا زول انت؟ امه جنجويد مونا زين ولا شو؟ انت تقول كامل انا سألتك سؤال انت جنجويد ولا زول؟ ما انا سألتك برضو امه جنجويد مونا سوي ما زول جنجويد اعفين كلب واطي يكون زول كامل شو انت سؤالك تقوله وقوله كالعمر انت سمعت الفيديو من كوردوبان مشان دار نختم الله يا بو دا ما انه موضوع دا دا زول خرطيت ساكت ام عشوائك المهم جلد جلنا بتتواجيخ لأكينا زول داك لما انجي من ليبيا ابا بابا 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 معناته الربطة بتجيف الربطة بتجيف هنا في المحلة دا موضوع ابي عبد الله مرحبا بك بم الله يا أحمد كسلا جزاك الله خير يا اخي كونوا ينله الزول دا احتزر ليك وقال ليك يا اخي ااا احفي لي وا انت عافيت له وغالبا نحسي ود ياتي خيط انا بانزل و يستطاة فيه جزاك الله كل وخير والله انا جاي يشكرك بس ايه يا الله هذا نصر الدين يا اللي يجي طالع الله يقري مكارب يعينا نصر الدين نصر الدين نصر الدين نزاد الدين نزاد الدين يا كسلا رايشة بقتك تهبانك انا الضي الضي هرب الضي هرب مني والصفحة برضو على بلاقات انا طلعت السطح كنت رابط واي فاي والواي فاي يما يجي الضي يهرب طوالي اذا داير افتح الكاميرا زي دا تكلم عادي وازا يت داير سكرا برضو عادي ناس كده في السطح يعني تشوف الشاعر عزاته كله ما في ضي نهائي يعني اه لا لا اكفل ساعدك شوية نهائي نهائي عربة ضي مدني ضايران مدني بتنزل سلاح كويس بتنزل سلاح مدينة اه اجدابية تحديدا وبعدين بيحصل شنو بي بنتقل القفرة ومن القفرة بنتقل قدام حفطر يعني صراحة بالاخر كده بيمشوا فنازي يعني الاعلم بدأ تكشفون يعني الخطة دية انكشفت صراحة لكن برضو ليه هسي قاعدة المعسكر دية ليه هسي نعم سامعني يلا هسي كده قويس نظيفة اي اها معسكر بقوله له خالد بن وليد خالد بن وليد معروف قاعدة كبيرة موجودة فيها ناس باقنر ديلاسي ومعاهم دعامة ومعاهم عمراتين برضو كويس ف سابقا النازل بيستعانوا من وين في المجاريح بتاعهم قالينا نقوله النصارين البيض بمطارم جرس كويس اكتر شيء اكتر شيء بمطارم جرس دل كان بيطلع بيمشنو قابل كاكة يمشي لوين يمشي للعمارات بعد كاكة بعد ما كاكة مش للعمارات وجاء فمفتحت الطريق من غادي ونسحة الطريق من غادي كانوا قاعدين من هناك ويتحربوا من ليبيا وكيف دخل السودان طيب دخل عن طريق المالحة شفشفوا ناس المالحة ديلا العربات حق التجار اللي كانوا في المالحة ديلا وشفشفوا الناس الباقي طردوهم كتلون كتلون والباقين مشوا مشاكملوا غادي جدام طوالي وخشوا الخرطوم موسيقى